مارك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تبين الأماكن التي قد يسقط فوقها الحطام خلال هامش الخطأ وفي وقت سابق نشر مركز الفلك الدولي صورة من سماء أمريكا قال إنها لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه صباح اليوم وأضاف مركز الفلك الدولي في تغريدة عبر حسابه رسمي على تويتر أن صورة الحطام تبدو متقطعة بسبب دواران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة مما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب